موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بالدعم الاقتصادي السعودي السخي الموازنة العامة للدولة موسيقى رئيس مجلس الشورى يعقد اجتماعا بعدد من اعضاء المجلس موسيقى والمحافظ بن ماضي يناقش الوضع التمويني للغاز ويوجه بسرعة استكمال الاعمال الانشائية للخزانات موسيقى اهلا بكم اشهد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدعم السعودي السخي للموازنة العامة للدولة الذي اقعت اتفاقيته في العاصمة السعودية الرياض بقيمة مليار ومئتي مليون دولار وقال فخامة الرئيس ان الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة المشرف بقيادة خادم الحربين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان كما يؤكد نهج المملكة الملتزم بدعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية وتخفيف معاناته الانسانية وحماية حقوقه المشروعة في اعادة اعمار وبناء مؤسسات الدولة مثنيا على الجهود الحكومية والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين والجهود البرنامج السعودي لتنمية اعمار اليمن التي اثمرت هذا الدعم الساخي الذي سيساعد الدولة على الوفاء بالالتزامات الحتمية ومواصلة الاصلاحات الشاملة في مختلف المجالات اكد عضو مجلس القيادة الرئاسية لوارقون فارج البحسني اهمية الحركة الشبابية ورياضية وضرورة تنشيطها على مستوى المحافظات المحررة بشكل اكبر وجدد البحسني خلال لقائه الهيئات الادارية لاندية التضامن وشعب حضرموت والمكلة وشباب روكوب ووحدة المكلة دعم المجلس الرئاسي للانشطة الشبابية ورياضية لتمكين الشباب من تسغير اوقات فراغهم في بناء اجسامهم ورفع لياقتهم مما يمكنهم من تحقيق مراكز متقدمة والتنافس الشريف في البطولات مشيدا بالنجاحات التي حققتها اندية حضرموت في مختلف البطولات داخل المحافظة وخارجها التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية لوارقون فارج سالمين البحسني اسرة الشهيد بقوات خفر السواحل بحضرموت الجندي احمد خالد بنافع البحسني قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد منوها بالموقف البطولي الذي سجله الشهيد خلال الخطط الامنية لقوات خفر السواحل خلال موسم البلدة للعام الجاري الذي استشهد على اثره بعد انقاده حالتي غرق في الثالث والعشرين من يوليو المنصرم واشاد البحسني بما قدمه الشهيد بنافع خلال نحو خمسة اعوام من موقف بطولية بشهادة زملائه والضباط والقادة مشيرا الى ان هذا الموقف الانساني الذي سجله الشهيد يمثل نموذجا للجندي الحضرمي مجددا اهتمام مجلس القياد الرئاسي بأسر الشهداء سائلنا المولى ان يتقبل شهيد بنافع وان يتغمده بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وعبرت اسرة الشهيد احمد بنافع من جانبها عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من عضو مجلس القياد الرئاسي وتقديمه واجب العزاء والبواساء ولما قدمه من توجيهات تكريما للشهيد ترأس رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بندغر اجتماعا بعدد من اعضاء المجلس بحضور نائبه المهندس وحي امان لاستعراض جملة من القضايا المتعلقة بمهام المجلس وفي الاجتماع شهد الدكتور بندغر بجهود فخامة الرئيس الدكتور رشاد العالمي رئيس مجلس القياد الرئاسي وعضاء مجلس القياد الرئاسي في التعاطي مع الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن واستعرض الدكتور بندغر جملة من المقترحات من شأنها تطوير النشاط الداخلي والخارجي للمجلس مستمعا الى ملاحظات الاعضاء بهدف الارتقاء بعمل المجلس داعيا في الوقت ذاته الى وحدة الموقف الوطني تجاه ميليشيات الحوثي ودعم جهود استعادة الدولة بحلول اليوم الاول من اغسطس يكون محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت بن ماضي قد بدأ بمبارسة اعماله في قيادة دفة حضرموت للعام الثاني على التوالي ضمن فريق مدني يشكل خلية واحدة في ترسيخ مبادئ المدنية والمؤسسية في عموم المرافق الحكومية لتتصدر حضرموت هرم التنمية بين المحافظات المحررة مر عام حشدت فيه السلطة البحلية جل جهدها في تعزيز موازنة المحافظة وتعامل مع مختلف القطاعات بحسب الاولوية والحاجة رغم شحة الموارد وتوقف حصة المحافظة من عائدات النفط ازميل صالح بلسود رصد هذه الانجازات عبر اعلام مكتب المحافظ نتعرف على ابرزها خلال التقرير الاتي نتابع في الحادي وثلاثين من يوليو من العام الماضي الفين واثنين وعشرين عين البرلماني مبخوت بن ماضي محافظا لمحافظة حضرموت وبغروب شمس امس الاثنين يكون قد اكمل عاما كاملا على تبوئه مقاليد السلطة بالمحافظة الاهم من حيث الثروة والمساحة والثقل السكانية جاءت عين بن ماضي حاكما لحضرموت في ظروف استثنائية في غاية الصعوبة مما زاد من صعوبتها شحة الموارد عموما وتوقف تصدير النفط من منشأة ضبا نفطية بعد هجوم الميليشيات الحوثية الارهابية على المنشأة في اغسطس الفين واثنين وعشرين مما ادى الى توقف حصة حضرموت العشرين بالمئة لحوالي عاما كاملا استطاع مبخوت وخلال 12 شهرا ان يكرس المدنية كمل محن اساسي في مختلف مستويات الحكم كما اعاد تفعيل انظمة المناقصات وتشديد الرقابة وتطيق الخناق على الفساد ودعم موازنة مؤسسات حكومية لتمكينها من دورها في خدمة المجتمع واستطاع ان يلحم جسد المحافظة الواحدة عبر زياراته المتكررة والمنتظمة لمدريات الوادي والصحراء وعمد موازنة عامة للمحافظة للعام الفين وثلاثة وعشرين الجارية خدمتيا اوجد المحافظ بالماضي حلولا ومعالجات حدت من تعظم مشكلة الكهرباء خصوصا خلال فصل الصيف حيث تحسنت ساعات التشغيل عن الاعوام الماضية التي لم يكن الصيف فيها باردا سوى عبر تصريحات المسؤولين انذاك الى جانب وضع معالجات للازمة الحادة في نقص المياه وشحة الغاز المنزلي وارتداء الطرق في عدد من المدريات لسفلتة جديدة ودعم القطاعين الصحي والتربوي بمشاريع تنموية وبعالجة الجفاف الزراعية في غالب وزير وانطلاقا من ان التطور يرتبط بخدمة اتصالات جيدة ادخل خدمة تقنية الجيل الرابع لانفتح المجتمع الحضرمي مع العالم ليس فقط عبر الاتصالات ولكن عبر المنافذ الجوية من خلال تفعيل مطار الريان وتشغيل الرحلات الداخلية والدولية وتسلم ادارة منفذ الوديعة البري حاول المحافظ بن ماضي ان يغطي ازمة توقف تصدير النفط عبر استثمار كل الموارد المالية الاخرى المتاحة في المحافظة كمادة الديزل المدعوم التي تقدمها شركة بوترومسيلة موقفان العبث فيها والاستفادة منها في تعزيز موازنة المحافظة والانفتاح مع المنظمات المانحة اقليميا ودوليا كالبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن الذي قدم مشاريع تنموية بمبلغ تجاوز المليار ريال سعودي مع بداية العام الجاري لم يكن لمبخوت بن ماضي منذ توليه قيادة المحافظة تدخلا في شؤون القضاء حيث منح القضاء استقلالية تامة كما ينبغي لها كشكل أساسي من أشكال الدولة المدنية ودعم حرية الرأي والتعبير كما سعى خلال هذا العام لتوحيد الكلمة الحضرمية والوقوف بمسافة واحدة إلى جانب مختلف أطياف المجتمع الحضرمي وتأكيدا على روح السلام الذي جسدها المحافظ بن ماضي نال مهرجان البلد السياحي رواجا واسعا على مستوى وطني وإقليمي هو يعكس الأهمية التي أولتها السلطة للقطاعين الثقافي والسياحي إلى جانب قطاع الشباب والرياضة بحجز أرضية لبناء مدينة رياضية متكاملة عام كامل زاخر ومتخم بالإنجازات يؤكد أن الإرادة لا تقف عاجزة أمام عقبات التحدي التي واجهتها السلطة المحلية بقيادة الأستاذ مبهوت بن ماضي ليرتفع سقف طموحات السلطة خلال العام الجاري لتكون حضر موت فعلا قاطرة الدولة تنمويا ومدنيا صالح بالسود لتلفزيون حضر موت أكد محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي أن عجلة التغيير نحو التصحيح قد انطلقت في ميناء الوديع البري ولن تتوقف وأن المتابعات تجري للانتقال إلى المبنى الجديد بمباركة من القيادة السياسية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووجه المحافظ بسرعة استكمال إجراءات تفعيل العمل بالمبنى الجديد للمنفذ مشددا على ضرورة أن تصب إراداته ورسومه في وعاء الدولة وأن يتم إيقاف أي عبث وفرض رسوم غير رسمية على المواطنين أو الجهات المختلفة جاء ذلك خلال لقاء المحافظة اليوم بالمكلة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية رئيس اللجنة الخاصة بالتقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديع البري الدكتور أحمد سالم باصريح ونائب رئيس هيئة النقل البري بالجمهورية سند ديبان والمدير العام لميناء الوديع البري مطلق الصيعري حيث بحث معهم عملية التنسيق والتعاون في مجال النقل بالمنفذ مطلعا على نتائج زيارة نائب رئيس هيئة النقل البري للمنفذ وموجها بسرعة البدء بالإجراءات العملية لنقل العمل إلى المبنى الجديد ناقش محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي والجهود المبذولة لتنظيم عملية التوزيع واطلع المحافظ خلال لقائه اليوم بالمكلة مدير منشأة بروم للغاز عز الدين الكسادي ونائب مدير المنشأة للشؤون التجارية عارف الخليفي على إجراءات التنسيق مع المديريات لتوفير احتياجاتها من مادة الغاز المنزلي والجهود التي تبدلها شركة الغاز لاستقرار الوضع التمويني خلال الفترة الحالية مشددا على ضرورة العمل على إكمال الأعمال الإنشائية للخزانات الخاصة بالغاز التي تتسع لستمائة طن واعظمات استوانات جديدة تابعة للشركة بدلا عن الاستوانات التالفة بدوره شكل مدير منشأة الغاز السيدة المحافظة على كل تسهيلات التي يقدمها لضمان توفير الغاز المنزلي للمواطنين وتنظيم عملية التوزيع في المديريات الختام تذكر بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بالدعم الاقتصادية السعودية السخي للموازنة العامة للدولة رئيس مجلس الشورى يعقد اجتماعا بعدد من أعضاء المجلس المحافظ بالماضي ينقش الوضع التمويني للغاز ويوجه بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية للخزانات ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على موقع التوافل الاجتماعي تلفزيون حضر موت دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر